السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم تصريح جديد لعضو في الحكومة يثير جدل عليش أثر جدل؟ هو تصريح إيجابي نوعا ما وليكن يطرح سؤال في علاقة برئيس الجمهورية والحكومة هل هناك تنسيق بين رئيس الحكومة أو الحكومة ككل ورئيس الجمهورية قيسي سعيد أو لا؟ هل رئيس الجمهورية مطلع على كيفة الأوضاع وحقيقة الأوضاع أو لا؟ التقارير اللي توصلوا هل هي صحيحة أم لا؟ لحقيقة سؤال مطروح اليوم بعد اللي ساير في البلاد الكل علشنا نحكي؟ نحكي على النقص في بعض المواد الأساسية النقص في مستوى المحروقات اللي تبعناه في الليامات اللي فاتت وصلت حتى ديكيوسك يعني سكروا كمبليت نحكي على النقص في السكر في القهوة في الزيت في كل شيء تقريباً المواد الأساسية اللي هي مواد حساسة رئيس الجمهورية قيسي سعيد كان نحكي في عدة مناسبات في هذا الأسبوع تقابل مع رئيس الحكومة تقريباً مارتين وتقابل مع رئيس عفواً مع وزيرة التجارة مرة زيدة كيف كيف سيدة فضيلة ربحي بن حمزة وزيرة التجارة والتنمية الصادرات تحكيه وخاصةً على الموضوع هذا اللي هو يمثل يعني تهديد لقوت التوينسا ويقول الرئيس في بلاغ صدر رسمي على رئيسة الجمهورية بأنه لازم يتم مواجهة المحتكرين بوجه عام ومواجهة من يهددون بإطلاف عدد من المواد للترفيع في الأسعار ودعى الرئيس إلى ضرورة تكامل كل أجهزة الدولة في مواجهة المحتكرين والمضاربين رئيس الدولة حسب بلاغ رئيسة الجمهورية التونسية أشار إلى ضرورة توفير الأدوات المدرسية بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية إلى غير ذلك خلينا نحكيه فقط على الاحتكار به يقول الرئيس أنه لازم الأطراف الكل المتدخلة في الموضوع دعاها إلى عدم التسامح مع أي شخص أو جهة تسعى إلى استغلال هذه المناسبات وغيرها لمزيد الإثراء غير المشروع وتطرق إلى ملف إتلاف بعض المنتجات الفلاحية كما البطاطا وغيرها وذكر رئيس الدولة بإمكانية مصادرتها وتتبع من يعمل على إتلاف خيرات تونس مشيرا إلى أن التخزين ليس ممنوع في إطار القانون بل المحظور والممنوع هو المضاربة غير المشروع والاحتكار تم تعرض في هذا السيق ديما نقول حسب بيان رئيسة الجمهورية لمسألة غياب بعض المواد الغذائية بين الحين والآخر وهو أمر لا يتعلق بالقدرات المالية للدولة هذا بلاغ رئيسة الجمهورية يقول الأمر لا يتعلق بالقدرات المالية للدولة بقدر ما يتعلق بمحاولة افتعال الأزمات بين الحين والحين هذا حرفيا كما جاء في بلاغ رئيسة الجمهورية وقت تقابل مع وزيرة تجارة مؤخرا كما زادت قابل يمكن مارتين الجمعة هذه أو ثلاثة مع رئيسة الحكومة في قضايا مختلفة من بينها قمة تيكاد ومن بينها العمل الحكومي ومن بينها زادة ادعاء رئيسة الحكومة لأنها تعمل على التأمين الطبيعي للسوق بحاجية المواطن وضرورة محاسبة كل من يسعى بشتى طرق إلى افتعال الأزمات هذه في بيين واحد آخر بإخفاء جملة من البضائع أو بالترفيع في الأسعار والمضاربة غير المشروعة وقال أنه وأكد على أنه كل مؤسسة الدولة تقوم بدورها والقضاء يقوم بدوره في تتبع هؤلاء الذين يعملون على تعطيل تزويد أو توزيع عدد من البضائع لغايات سياسية صارت معلومة لدى الجميع حرفياً كما جاء في بلغ رئيسة الجمهورية التونسية اللي صار اليوم هو أنه أمامها النقص الكبير هذا يجي تصريح وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزهي تصريحه في جريدات الشروق في عددها الصادر اليوم 27 أوت 2022 يأكد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزهي أن المحروقات متوفرة لداء الشركات الوطنية المنتجة ويقول أنه تم انطلاقاً من البارح الجمعة تزويد كل المحطات بالبنزين بمختلف المحروقات هذه نقطة إيجابية واحد على أن المحروقات مش تكون متوفرة في كل الليكيوسك به يقول زيدا ويدعو في تصريحه لجريدات الشروق التوينسا إلى ضرورة ركزوا مليح في الكلمة اللي بش يقولوا إزاي دعاء التونسيين إلى ضرورة تفهم الظرف الذي تمر به تونس وتأثيرات الحرب الروسية والأوكرانية التي تسببت في خلل بين الميزانية المخصصة للمحروقات وسعر بيعه الحالي بمقيمته 8.300 مليار من المليميت وأشار إلى تواصل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ووجود مؤشرات إيجابية في هذا الصدد ذي بالنسبة للمفاوضات بخصوص فقدين عدد من المواد الإساسية يقول وزير شؤون الاجتماعية أن الوضعية في طريقها للحل وسيتم قريبا تزويد المحلات بالمواد المفقودة ويقول أنه فما مشكل دولي بالأساس يعرفه العالم في التزود بالمواد الأساسية والأمر لا يقتصر على تونس فقط شنو نفهمه من كلم الوزير أنه لا احتكار ولا مضاربة ولا اتطرق لهذا الموضوع قلنا دعيوا التوينسا أنهم يتفهموا الوضع اللي تمر به تونس وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية خاصة فيما يتعلق بالمحروقات ذي قال تفهموا حاجة خارجة على نطاقنا بالنسبة للمواد الأساسية البن والسكر والزيت وإلى غاية ذلك من المواد الأخرى يقول هي في طريقها إلى الحل قريبا بشي تم تزويد المحلات بالمواد المفقودة ويقول أنه ويشدد على وجود مشكل دولي بالأساس هذه اللي احنا ما اسمعناهش في خطاب رئيس الجمهورية اللي ديما يركز على الاحتكار والمضاربة ويقول فما مخازن مخازن للاحتكار وأحنا ادعوناه إلى ضرورة مدهمة هذه المخازن بالقوة العامة بالطامة والعامة وإخراج المواد هذه المحتكرة للسوق ومعاقبة الناس اللي تحتكر فيهم واضح يسر رئيس الجمهورية اليوم يحكم بالمراسيم في نظام رئيسي هو المسؤول على كل شيء لا يوجد برلماني عطل لا توجد حكومة عطل لا يوجد حتى حد نجم يقف أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد فإنه يحكي برشة مرات على الاحتكار في حدة بلغات رأي نقرتكم بلغات متاع الجمعة هذي كهو أم هو في كل البلغات يحكي على المضاربة والاحتكار وافتعال الأزمات وفما السياسيين وراء هذه الأزمات هذه اللي يفتعلوا فيه إذن يجي الحكومة اليوم عضو من الحكومة يقول راهو أول حاجة في المحروقات الروسية الحرب الروسية الأوكرانية ما تنسوهش ويشدد على وجود مشكل دولي في المواد الأخرى في المواد الأولية والمواد الأساسية في العالم الكل يقول أحنا كيف نكيف العام إذن المشكلة ليست افتعال أو احتكار أو مضاربة كما يقول رئيس الجمهورية والحقيقة هذة أثار جدل واسع في تونس شنو اللي صاير هل هناك تنسيق بين الحكومة والرئيس هل يتم اطلاع الرئيس على حقيقة الأمور نحب نختم بخبر في ولاية الزغوين تمضح كمية من المواد الأساسية لمواجهة النقص كما السميد كما السكر كما زيت النباتي وغيرها وإن شاء الله بقية الولايات الأخرى زادة يتم تزويدها بالمواد هذه من أجل تلافي النقص الموجود اليوم في البلاد ترجمة نانسي قنقر